موسيقى إذن مشاهدين الكرام مرحبا بكم في إبحار جديد مع الأستاذ جمال أنعم كنا قد تحدثنا معكم في إبحارنا السابق عن العلاقة الثنائية ما بين اليمن وأثيوبيا وكنا قد وصلنا إلى ترسيم الأسرة السليمانية في أثيوبيا وسنستمر معكم الآن في هذا الإبحار أستاذ جمال ما هي الكتب التي تشرح هذه العلاقة والتي يمكننا العودة إليها هناك كتب كثيرة كتبت عن اليمن طبعا هناك كتب تحدثت عن ممالك الطراز وكان هناك سبع ممالك إسلامية وهذا مما لا يعرفوا ربما كثيرون مملكة عدل وحكام وشواو عدة ممالك إسلامية حكما تسموها ممالك الطراز من تطريز التوب كانت عدة ممالك في إفريقيا عموما وكان لها حضور حتى آخر آخر سلطة يمكن سقطت في يد منيليك في عام الثمانية وحاقه ثمانين يمكن أو حاقه تسعين في اللي كانت هرر نعم وهناك كتاب للمقرزي كتاب جميل اسمه الإلماء في من حكم الحبشة من ملوك الإسلام وهذا كتاب عقيب البقرزي لم يزور الحبشة لكنه كان يتسقط الأخبار كالصحفيين وكان عندما ينزل مكة يقابل التقار الذين يفيدون إلى من الحبشة ويسألهم ويجبع معلومات كثيرة حتى كتب هذا الكتاب وكتب خطير فيه كثير من المعلومات كم هائل من المعلومات عن الحبشة حتى يتحدث عن القات ويتحدث عن أكلهم اللحم والني يعني معلومات وفيرة وكثيرة ويتحدث أيضا يشير إلى علاقات متعلق مع علاقاتهم باليمن هناك كتاب كتبه الدبلوماسي المشهور وكان في الأمم المتحدة أظن أو في اليونسكو ممتاز العارف وما بين أكسوم ومارب كتاب جميل وفيه كثير من المعلومات أيضا هناك كتاب أيضا أما تحدث في هذا الكتاب عن أي تحدث عن هذه العلاقات والمشاهد يعني تحدث حتى عن مارب فيه يقول نهر في الحبشة في المناطق هذه ما بيت تقري واسمه مارب مارب يعني سأتيك أنا هنا سأتي إليك إلى معلومات عقيبة في هذا الجانب هناك أيضا في كتاب أخي عبد الله من الأستانة إلى الحبشة ولأحد الصادق العظم اسمه ويبدو أن أسرة العظم هؤلاء كانوا دبلوماسيين وقاعدة كبار من ضمنهم قاء نزيهم اسمهم أيد العظم الذي زار اليمن في عام 1960 زار اليمن عنده زيارات وإلى نزار مارب أنا ممكن ذكرناه في حلقة سالفة ربما في هذا البرنامج صادق العظم هذا جاء سفيرا إلى الحبشة في عام 1860 عام 1896 عفوا إلى من إليك في أيام ممكر السلطة العبد الحميد وكتب هذا الكتاب يصور رحلته من الأستانة من تركيا إلى جبوتي وبعدين دخولهم عبر السكة الحديد التي كانت قد دشنت إلى دردوة 1896 1896 ربما ودشنا كالسكة حديد من القطار إلى دردوة ومن دردوات بعدين أخذوا الطريق القوافل وأخذوا إلى أديس أبابا ويصف هذه الرحلة واستقبل أيضاً كان بتقار كثيرين من ضمنهم تقار يمنيين من بيت بازرعة وإلى آخر وهذا يعني من المذكرات الرائعة هي عبارة عن يوميات لهذه الرحلة ويصف مقابلتهم من إليك وإلى آخر ولي وكان إكبارهم لسلطة عبد الحميد في الفترة عبد الحميد ويصف الكثير من التضاريس وعدات وتقاليد الحبشة في مأكلهم وشربهم وهو يتحدث أيضاً عن الوضع السياسي وتحدث أيضاً عن إيطاليا ودخولها إلى الأصمرة وكيف طبعاً بعد مؤتمر بغران عندما قسم إيطاليا طربت من بريطانيا وفرنسان أنه يكون لها حضور في إفريقيا فمنحوها أن تدخل إلى أصمرة وتورطت إلى أن جاء بعدها دوتشا جاءت اسمه هذا مسليني وبدأ يعني عندما قيش حملة كان لعادة الاعتبار كما يبدو لعادة الاعتبار عما لحق بهم من جراء الهزائم في تلك الفترة طبعاً وتحدث أيضاً عن كيف سيطر عن أزمة التاريخ أزمة التاريخ التي تحكم أثيوبيا عموماً وأثيوبيا بلد مشدود فيما يتعلق بالداكرة عنده أزمة داكرة إلى حد كبير هناك أثنيات كثيرة عندهم خمسة وثمانية قومية طبعاً وحوالي أربع وثلاثة وسبعين لغة يمكن أثنيات سيفزا عقيبة وعندهم أزمة داكرة وعندهم صراعات يتم استدعاها مع كل إقهالهم هل استطاعوا التغلب على هذا التنوع يعني صهره في بوتقة دولة معينة؟ هم ما زالوا يغالبوا الآن لكنهم أنا أقول استطاعوا يذهبوا باتقاه عمل المصالحات وباتقاه التعايش إلى حد كبير طبعاً يتحدث في هذا الكتاب عن يهنس يهنس هذا كان هو طبعاً يعني لو توقفنا الآن مع التاريخ مع تاريخ الصراع الحالي الموجود في إثيوبي نجد امتداداته هنا مثلاً يهنس هذا كان قائد العظيم التقراي ملك التقراي ودخل في صراع مع المهدية اليوم الدراويش في السودان وقيش في آخر معركف له في عام ١٨١٦٨ كان في الغضارف وكان خارج خيمته وقنصوا أحد القنود السودانيين وحزوا رأسه واخذوا رأسه للآن ما زال رأسه في السودان في عام ١٨٨٦ ١٨١٨ ثم بدأ من لك يزحف من لك طبعاً من الأمراء قادة الفعليين للاثيوبية كانوا من الأمهار عادةً كانت مناطق التقراي وأكسوم وأصمراء هذه مناطق يحكمها التقراي والتيقراي القومية طبعاً شكلوا ستة في المئة وممكن ٨٨٠٪ ستة في المئة ستين أو ستة؟ من مجموعة السكر نعم ستين؟ ستة ٦٠٪ فقط وهم يقولون أنهم طبعاً أنهم ساميين يعني هم أشبه بنا كثيراً هم على يعني أول ما تدخل الهضب الشرقي على طول هما يقابلوك التقري ولغتهم حتى التقرينية هي قذب من العربي يعني ولا مهريك كمان وهذا يمكن نأتي إلي فيما تتعلق بالتداخل اللغوي بيننا وبينهم يعني لو ذكرتني بالمسرن فزحف بعد منيليك كان في شواء شواء في منطقة أدي سباب الآن وانطوطو هذي قبل انطوطو منطقة شواء كانت اسمها القديمة يعني وزحف على التقرين على المكالة عاصمة التقرين وكان هم طبعاً بعد موت يوهنس يعني دعموا ولده اسمه راس منقشا ابنه وقاوم لكنه لم يستطع الصمود إلى النهاية فاستسلم ووضعه بعدها منيليك تحت الإقامة القبرية وسيطر على المناطق هذه وبالتالي التاريخ يسحب نفسه هنا يعني هناك أزمة ذاكرة فيما يتعلق بالعلاقة النكدة بين التقرين والأهمرة تنسحب من هذا التاريخ القديم وطبعاً كما ذكرت أنه على صعيد اللغة بروكلمان هل نقول أنه يعني في أتيوبيا الأقلية تحكم الأكثرية؟ كان هناك كان هناك ما يشبه يعني طبعاً الأمهرة هم قومية برضو يعني كان منهم الملوك والحكام عبر التاريخ معك طبعاً الأورومية الأورومة الأورومة هؤلاء قومية منقسمة بين المسلمين ومسيحيين وهي الأكثرية المسلمة ربما من الأورومة وهؤلاء اللي قام منهم الآن أبي أحمد وهذه أول قومية الآن أول حاكم يأتي من الأورومة ورغم منهم الأكثرية طبعاً لكن حكموا عبر التالي كانوا الأمهرة هم الحكام سيطرة تيجرايف بعد في 1994 طبعاً عندما ميلا الزيناوي قاد وقماعته قادوا القبهة قبهة تحرير ضد الحكومة المركزية بقيادة منقستو إلى مريم منقستو هذا طبعاً حكايته حكاية في التاريخ كان حركة منقستو هي قاد تالية لحركات تشبيح حركات الضباط الأحرار في مصر كان على رأسها جنرال اسمه أمان أندوم أمان أندوم هذا كان من أصول التيرية وولد في السودان وكان يقال أنه له الميون الناصرية طبعاً في 1974 وضع هلا سلاسية حق الإقامة القبرية وكلف بشكل ما يشبه الضباط الأحرار سمه الدرق 49 ضابط شكلوا ما يشبه المقست قيادة وكلف بشكل يعيّر رئيس وزراء ويعيّر رئيس الوزراء بعدين وزراء ثم جاء منقستو كان لابط صغير مغامر برايف يعني كان مغامر شو جاع فكان يقول لهم أمان أندوم هذا بيبيعنا للإمبرالية وهو والآخر فأخذ يوم في 1865 في 1875 عفوان أخذ مصفحات وإخوه وحصر منزله في المطار القديم تورهايلوت سوناك ونسف البيته كده ثم بعدين شكل مقلس رئاسي صغير من ثلاثة أشخاص كان ثالثهم منقستو إلى مريم بعدها صفى الأول طبعاً هو ارتكم مقزرة منقستو في البداية جمع حوالي 60 وزير من الحكومة السابقة ومع رئيس الوزراء وعدمهم في 66 نعم ثم صفى الرقل الأول وصفى الرقل الثاني بحركة عجيبة تشبه حركة 13 يناير في جنوب وطبعاً هناك تداخل في التاريخ عجيب كان هناك ما يشبه التماهي ربما في هذا في 1777 أعلن منقستو أعلنها جمهورية وأعلن نفسه حاكماً رئيساً للإثيوبيا حدثت هجرات من اليمن إلى أثيوبيا في فترة معينة الهجرات متواصلة كانت فيه هجرات دائماً واليمنيون تمتعوا بحضور عجيب في فترة شوف الصراع في القرر الأفريقي عموماً جيبوتي وفي فترة الصراع صراع منقستو مع سيد بري الأخوة في الجنوب ناضلوا وحاربوا في صف منقستو اليمني دعموا بألفين مقاتل وامتدنا لهم وعطاهم امتيازات كثيرة في هذه الفترة وكان هناك في وضع حتى في أيام هلا السلاسي كان في وضع عجيب يعني نحن وقدنا في صفارة مرسوم لأحد تقار بيت بازرعة من هلا السلاسي يعني يشيد فيه مدير مكتب هلا السلاسي إنه كان هذا الشخص كان أميناً على أموال هلا السلاسي واستثمرها وإلى خيرك يعني كانوا يتمتعوا بحضر عجيب وكان هناك مثلاً عمنا أحمد شريان وهذا كان شهبندر تقار شهبندر تقار في أديس كان يد الملك وكان لديه مرسوم حتى بهذا يعني أتذكر صديقنا شوكي شريان وهو من أحبابنا ومن زعامات القالية في أديسة بابا ووقهاءها الكبار ما زال يمتلك سيارة قديمة برسيدس هي من موكب هلا السلاسي كانت يعني أحد يخذ سيارات هلا السلاسي اليمن في أثيوبية في تاريخ متداخر وتشابك نعود للغة بورو كرمان فقه اللغات السامية في عام 1900 ماذا لو ننهي حلقتنا الثانية نعم من هذا الإبحار هنا لنبدأ ولنكمل إبحارنا في الحلقة الثالثة حول هذه الثنائية كما ترى أخي عبدالله فكونوا معنا مشاهدنا الكرام في الحلقة القادمة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر